بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم بأكاديمية المواهب الطبية أنا أخوكم وزميلكم الدكتور علي أحمد طالب في المرحلة السادسة في كلية الطب في جامعة الكوفة رح أكونوا ياكم في شرح أسهل وأجمل مادة في السادس الإعدادي وهي مادة الأحياء رح تقولون هلون هذه المادة هيتش تحكي عنها الأحياء صعبة وهوية طلاب يخافون منها لا رح أقولكم مو بس سهلة بل رح نتبع المبادئ الأساسية الثلاثة الأكاديميتنا شنو هاي المبادئ أولا الفهم رح أخليكم تفهمون المادة خلال المحاضرة كأن ما صير التأستاذ بها ثانيا الحفظ أثناء المحاضرة وهاي صفة ميز شرحنا عن باقي الشروحات ومن خلالها رح تخلصون المحاضرة واتتم مكملين وفاهمين وحافظين ومستعدين تمتحنون بالمحاضرة مباشرة ثالثا الونسة رح نطلع من جو الدراسة ومن القلق ومن التوتر لا الأمور هواي أسهل وهواي أحلى ونتونس من خلال الصور والتوضيحات اللي رح نستعملها من خلال شرحنا بس أريدكم تكملوا ويايا الفيديو للأخير حتى تشوفون شلون نطبق هاي الأمور كلها والصير الأحياء مادة كلش سهلة وحلوة بس مو بسيتشي لا حتى هالدور تعبون من دراسة باقي المواد تقولون ها هسه إجا وقت الأحياء خلوا نروح نتونس ونرتاح بيها ونقل الضغط عن أنفسنا ما أطول عليكم أكثر ويلا نبلش ونقول بسم الله مثل ما تعرفون الفصل الأول من كتاب الأحياء للصف السادس هو فصل الخلية فخلي نبدأ نقول شنو هي الخلية شوفوا عدنا أول عبارة اليوم رح تمر علينا نقول الخلية مثل الطابوقة شلون الخلية مثل الطابوقة ها نشوف هذني الصورتين عدنا بالبداية شوفوا هاي الصورة ونشوف هنا هاي الصورة أكو تشابه ببيناتين لو ماكو تشابه نقول إيه فعلا أكو تشابه هذا الجدار أو الحايط شو تسموه سموه بكيفكم منتكون من عدة طابوقة يشبه هاي الصورة بس هاي الصورة شنو ما جاي نفهمها هذي النمو طابوقة ها معناها هذي شنو هذا عبارة عن نسيج وهاي المربعات الصغيرة هي الخلايا فنشوف شلون الخلية من تتركب وحده بصف الثانية وحده بجانب الثانية راح تكون لي تركيب كامل مثل مال طابوقة من نرتب وحده بصف الثانية ونكون من خلالهن التكوين الكامل سواء الجدار سواء البيت كله وسواء أصغر بيت بنينا إلى أكبر بيت نبني هو يبقى الأساس مال تشنو هو الطابوقات نفس الفكرة هنا نعدنا من أصغر كائن حي اللي هي البكترية إلى أكبر كائن حي اللي هو الحوت الأزرق اللي هو أضخم كائن حي على وجه الأرض كل هذه المخلوقات أساسها شنو أساسها هي الخلية فإذا نشرح نقول شنو هي الخلية نقول هي الوحدة التركيبية للكائنات الحية نشوفوه سي شلو نعرفنا الخلية من خلال فهمنا إلها نقول إحنا بما أنه كل الكائنات هي متكونة من خلايا هاي الخلايا مصطرة وحدة يم الثانية كونت لكل الأنسجة وكل الأعضاء إلى أن كونت للجسم كله فالخلية شنو هي هي الوحدة التركيبية لكل الكائنات الحية زين نسأل سؤال هسه هاي الخلية بيها أنواع بصورة عامة لو لا من ناحية التركيب إيه لازم بيها أنواع يعني إحنا البشر على سبيل المثال كوننا كائن متطور كائن يفكر ذكي وبالمقابل لدينا البكتريا اللي هي كائن جدا بسيط هل معقولة أنه خلايا جسمنا مثل هذه الخلايا ما للبكتريا لا فإذن راح نقسم الخلايا إلى نوعين أساسيات شو نسميهن الخلية مالتنا اللي هي الخلية المتطورة نسميها خلية حقيقية النواع شنو يعني خلية حقيقية النواع هاي هي الخلية هس نشوفها هاي الخلية مالتنا تشوفون هذه الدائرة اللي بالنص اللي باللون الأزرق هاي هي النواع شنو يعني هاي هي المركز مال الخلية اللي بيها كل الصفات مال هذا الشخص نستشايفين احنا كلنا نستعمل البرامج نستعمل الموبايلات الأجهزة هاي البرامج لو ما بيها أكواد ورموز خاصة بيها ما تشتغل نفس الشي خلايانة لازم يكون بيها مادة نووية بداخلها يا الله تشتغل وتطينا الصفات مالتنا فهاي المادة وين موجودة موجودة بالنواع اللي هي مركز الخلية وبعد ش بيها بيها هاي الأجزاء الخارجية خارج النواع شوفو ذن شنسميهين خلي اقربوا لكم احنا هسا كإنسان شعدنا عدنا قلب عدنا كبد عدنا رأة ذن شنسميهين نسميهين أعضاء نفس الشي للخلية بس منسميهين أعضاء لأن هي تركيب كل شي صغير فنسميهين عضيات فالخلية حقيقية النواع بيها نواع كاملة وبيها عضيات خلوية أو يسموها عضيات غشائية لأن موجودة داخل الغشاء كل التسميات صحيحة زين هسا تقولولي دكتور اتا استوى قلت بدون نواع ما تشتغل الخلية زين شنون الخلية البدائية ما بيها نواع لا أقلكم الخلية البدائية مو ما بيها نواع هاي الخلية الثانية نسميها خلية البدائية مو ما بيها نواع مو ما بيها نواع بس النواع مالتها مطشرة ماكو غشاء يحيطها ويرتبها مثل هاي شوفوا شلون هاي صايرة على شكل كرة مرتبة بينما هنانا بالخلية البدائية شوفوا المادة النوية هاي باللون البنفسجي شوفوا شلون مطشرة مفتوحة داخل التجويف مال الخلية ما بيها غشاء هاي النقطة الأولى النقطة الثانية هاي الخلية شوفون بيها عضيات مثل ذني بهاي الصورة احنا نعدنا هاي العضيات اللي حاوطناهين واللي وضحناهن كل هن ذني موجودة بهاي الخلية الثانية لا ما موجودة فهي سعرفنا الفرق الأساسي بين ذني النوعين الأساسيات من الخلايا شنو الفرق الفرق أن الخلية الحقيقية النواء بيها غشاء نووي يعني النواء مالتها محاطة بغشاء هاي أولا وبيها عضيات غشائية صار واضح معناها النوع الثاني اللي هو النوع البسيط اللي هي خلية بدائية من اسمها بدائية شبيها ما بيها غشاء نووي ولا بيها عضيات خلوية أو غشائية شفتوا شلون سهل وواضح؟ فهسة أنا أسألكم أقل لكم شنو الخلية وشنو أنواعها؟ راح تقولولي ها لحظة بسيطة الخلية هي الشي اللي يركب ويكون كل الكائنات الحية يعني شلون نعبر عنها؟ نقول هي الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية شنو أنواعها؟ ها تقولولي نوعين عدنا نوع أول بسيط نسميها الخلية بدائية النواة وعدنا نوع متطور نسميها الخلية حقيقية النواة هذا النوع البسيط ليش صار بسيط؟ شنو معناها؟ تقولولي هذا ما بي لا غشاء نووي ولا عضيات غشائية النواة مالتة ما محاطة بغشاء ما مرتبة امتشرة وما بيها عضيات الخلية ما بيها عضيات غشائية معناها الخلية حقيقية النواة ش بيها؟ عفية بيها غشاء نووي وبيها عضيات غشائية من نجه السلم وحاضرتنا نشوف السؤال الأول يقول ما هي الخلية وما هي أنواعها؟ ها درسنا له لا عفية يقول تعد الخلية الوحدة التركيبية لجميع الكائنات الحية هذا نصا بعد من الكتاب وبشكل عام هناك نوعين من الخلايا من حيث التركيب شنو النوع الأول؟ عفية الخلية بدائية النواة كما هو الحال في الخلية البكتيرية قلنا الخلية البكتيرية هي مثال على الخلية بدائية النواة ش بيها؟ تفتقد الغلاف أو الغشاء النووي ما عندها غلاف أو غشاء نووي وما بها عضيات غشائية تفتقدها كذلك بينما النوع الثاني شنو هو؟ الخلية حقيقية النواة ش بيها؟ لها نواة واضحة شفنا النواة مالتها شلون واضحة ومميزة محاطة بغلاف نووي وبعد ش بيها؟ عضيات الخلية أو عضيات غشائية كل التسميات صحيحة المهم كلمة عضيات شلون الأمور واضحة وسهلة وبسيطة ومرتبة من نتبع هذا الأسلوب شوية شوية نضبط الفصل الأول نضبط الفصل الثاني نضبط الأحياء كل بهاي الطريقة مثل ما ضبطنا هاي ذا ثلاث أسطر هسة تقلوا لي يعني ننجح؟ لا شنو تنجحون؟ نجيب التسعين ونجيب المية ونحصل أحسن درجات ممكنة بمادة الأحياء إن شاء الله زين هي مثل القصة خلي نكمل هاي القصة مالتنا هس عرفنا الخلية ما نريد نيجي هسة ونحكي كل قبل بالخلية وشنو تفاصيلها وشنو مكوناتها لا خلي نرجع نقول هو منه أول شخص دلانة على الخلية؟ منه أول شخص عرفها للخلية؟ ها؟ تقولوا لي شنو هاي؟ ريال مدريد هم اكتشفوا الخلية؟ لا لا مو ريال مدريد بس اللي ما يعرف ريال مدريد ما يصير يدرس سادس ها؟ لا لا أشاقوا ياكم وسيزعلون جمهور برشلونة ويطلعون من الفيديو لا لا أشاقوا ياكم هاي حاطي لكم ليفان دوسك همات حتى ما يزعلون بس هذا منه هذا؟ هذا فانستار روي لاعب ريال مدريد اسمه فانستار روي ليش حطينا صورته؟ ها؟ على مودي ذكرنا بأول عالم قدر انه يشوف الخلية شي اسمه هذا العالم؟ اسمه فان ليفن هوك فانستار روي يذكرني فان ليفن هوك شوفوا شنون قلت لكم نحفظ؟ لو ما جايبين فانستار روي اهو شو يحفظنا هذا الاسم؟ فان ليفن هوك منه هذا؟ بس الاسم راح نتذكره قبل فان ليفن هوك هذا فان ليفن هوك هو استطاع ان يصنع المجهر شوفوا هذا اللي لازم بيده؟ ستقلولي هذا مجهر؟ ايه هذا اول شي كان هتش بداي بعدين اتطور للمجهر الحديث وما اول ما صنعه كان بذاك التطور لا اول شي كان هتش بداي مثل هاي الصورة فهذا صنع المجهر واستطاع ان يرى الخلية فيجي السؤال اللي بعده يقول من هو اول عالم استطاع ان يرى الخلية؟ شي جاوب؟ يقول لم تكن الخلية معروفة قبل ايام منه العالم انتوني فان ليفن هوك ش سوه؟ بصنع مجهره وهو ربما يعد اول شخص استطاع ان يرى الخلية زين هو اذا شغلة ما نعرفها المفروض بعدنا ما نسميها احنا لان كل شغلة من نكتشفها يالله بعدين شنو ننطيها تسمية خاصة بيها فهذا من شافه ما كان يدري هاي شنو بس هو اول واحد شافه زين منو سماها واطلق عليها تسمية الخلية ليفاندوسكي هو اللي يسماها بالخلية هاي شنو برشلونة؟ اي ريال مدريد هما اللي يشافوها وبرشلونة هما اللي يسموها يالله هتش حتى ما حد يزعل بعضين الطرفين ليفاندوسكي شنو اسمه؟ هسا تقولولي تمو قاعد قول اسمه ليفاندوسكي لا اريد اسمه الاول اسمه روبرت ليفاندوسكي اريد اخذ كلمة روبرت وشلون اخذنا كلمة فان من فانستر روي اريد روبرت هذا روبرت اجيب هاي الكلمة روبرت واخذ اخر مقطع من اللي قبله اللي هو مقطع هوك يصير اسمه روبرت هوك ها هذا العالم الثاني زيني ستقولولي شنون راح اذكر هذا اول وهذا الثاني سهلة فانستر روي لاعب قديم كان يلعب قبل 2010 تقريبا بريال مدريد بينما ليفاندوسكي هسا جديد هاي حتى اللي ما يعرف انا جاي علمه بالطوبة شوفوا ما اعلمكم بس احياء انا ما يصير هتشو ورغم ما نكمل سادس لازم نتابع ريال مدريد وبرشلونة غير نعرف الواعيبهم غير نعرف شلون شكلهم ما يصير الدنيا مو بس احياء تمام زينيجي هسا هذا منه روبرت هوك هسا صار العالم الثاني اللي على اسم روبرت لوفاندوسكي هذا روبرت هوك هو اول شخص استعمل كلمة خلية زين ليش استعمل كلمة خلية جاب نسيج شجرة البلوط وهذه الشجرة بها الياب فلينية هذا الفلين فحص الخلايا مالته تحت المجهر شوفوا المجهر مالته شوية اكبر بعد صار اكثر تطور من اللي قبله شوية شوية نتطور من فحصه تحت المجهر شافه قال انا وين شايف هذا المنظر هذا المنظر يشبه الردهات مع الخلية شمع العسل فقال بما انه الردهات مال شمع العسل نسميهن خلايا النحل فاني رح اسمي هاي التراكيب اسميها خلية ها فهس عرفنا منه اول واحد استعمل كلمة خلية وليش نقول فحص شجرة البلوط وجاب الوحدات الفلينية مال نسيج الفلين من فحصها قال هاي كأنه هي ردهات هوائية تشبه الردهات الهوائية مال نحل العسل فاستعمل كلمة خلية فش يقول السؤال يقول من هو اول عالم استخدمه كلمة خلية يقول هانا سهلة روبرت هوك روبرت على اسم اللاعب وهوك ناخذ المقطع من الاسم اللي قبله لكن ليفن هوك ناخذ بس من عنده هوك روبرت هوك اش بيه توصل العالم الانجليزي هذا جنسيته انجليزية روبرت هوك الى نفس ملاحظات ليفن هوك نفس ملاحظات اللي قبله وهو اول شخص استخدمه كلمة خلية زين هو شعرف الخلية شنو تعريف الخلية يقول بعد ما قام بفحص قشرة شجرة البلوط ووصف الوحدات الفلينية في نسيج الفلين عرف الخلية شعرفها؟ ردها هوائية تشبه تجويف خلية شمع العسل نفس الخلية ما لشمع العسل بالضبط شبيهها؟ ردها هوائية تشبه تجويف خلية شمع العسل هذا تعريف العالم الانجليزي روبرت هوك للخلية زين عرفنا هسا الخلية بعد كون نجيش نعرف نعرف مكوناتها الداخل مالتها وشنو اهم مكون لداخل الخلية اهم شي النواة قلب الخلية هو النواة مالتها فلازم نعرف من اللي اكتشف النواة عرفنا منه اكتشف الخلية وعرفنا منه سماها هسا نريد نعرف منه اكتشف النواة مال الخلية ها تقولولي شو هالمرة ما مخلينا صورة يقلكم ما يحتاج لأن هم اسمه روبرت شوفوا كل واحد ناخذ جزء من اسم اللي قبله اول واحد فان ليفن هوك اخذنا المقطع هوك ضفناه للثاني صار روبرت هوك الثالث هم رح ناخذ روبرت ناخذه للثالث بس مو هوك شنسمي روبرت براون هذا روبرت براون هو اللي اكتشف الخلية النواة اكتشف النواة وقدم وصفا لها اكتشف نواة الخلية ووصفها وعبر عنها بتركيبها شنو هي فصار عدنا ثلاث علماء شا اسمه الاول الاول اسمه فان ليفن هوك هذا منو هذا اللي اول شخص صنع مجهرة واستطاع ان يرى الخلية بعدين لازم نسميها منو ايجا سماها روبرت هوك وعرفها قال هي عبارة عن ردها هوائية بها كأنما هوة تشبه تجويف خلية شمع العسل بعدين لازم نكتشف مكوناتها الداخلية منو ايجا ايجا واحد اسكتلندي ش اسمه اسمه روبرت براون ايجا سماها او ايجا اكتشف اكتشف نواة الخلية عدنا خمسة احنا خلصنا ثلاثة منهم خلينا اخذ اول شي السؤال اللي على هذا العالم ونروح للثنين الباقين اللي رح يصيرون كلش سهلين يقول اكتشف العالم الاسكتلندي روبرت براون نواة الخلية وقدم وصفا لها زين وراهم عدنا اثنين علماء دول الثنين علماء كلش هم مهمين دول الثلاثة الاوائل مهمين بس دول الثنين الباقين بعد اهم من عدهم رح يفيدون اهوايا وهوايا رح يتكررون علينا ذول الثنين واحد اسمه شلايدن شلايدن واحد اسمه شوان خو هاي اسماءهم كأنما توم من يتيهون ابد شلايدن وشوان اثنين عاتين يبدن بشين واثنين عاتين ينتيهن بشين واحد منهم عالم نبات وواحد منهم عالم حيوان هسه تقولون شلون اذكر انه شوان هو عالم الحيوان اقلكم هي اتوا من حجيتها هسه جاية على نسق واحد شوان حيوان لا مو قصدي شوان هو حيوان لا بس قصدي شوان هو عالم حيوان يعني فهذه سهلة صارت بعد ما ننساه زين ليش نريد نعرف انه شلايدن عالم نبات وشوان عالم حيوان ها نريد نعرف حتى نعرف كل واحد شنو تحديدا الى الاكتشاف العلمي مالته اجا شلايدن اللي هو عالم النبات قال كل النباتات تتكون من خلايا شوفوا شلون شانو ما يعرفون هاي المعلومات قبل هاي سنة 1830 بالثلاثينات من الثمنمية مو من التسعمية استوهم يا الله عرفوا انه هاي النباتات هي متكونة من خلايا بينما احنا هسه اول ما بدينش قلنا قلنا كل الكائنات الحية مالتنا تركيبها هو خلايا فيش وقت اول ما اكتشفو هاي المعلومة اكتشفوها بالألف وثلاثمية وثمانمية وثلاثين بالثلاثينات تحديدا هسه نجي للسنوات مو مشكلة بسيطة وتافها كلش لتخافون منها فهذا بما انه عالم نباتات قال انا حددت انه كل النباتات هي متكونة من خلايا شوان قال معناها انا تخصص الحيوانات لازم انا اكد هذا الشي اجي هذا شوان قال كل الحيوانات تتكون من خلايا فاجوا وذول العالميا كملوا هذه المعلومات من خلال توصلهم واكتشافهم فيجي السؤال يقول الى ماذا توصل العالم الالماني ما فيا سيشلايدن نقول توصل ما فيا سيشلايدن شوفوش لايدن اهم شي لا ننسى الى ان جميع النباتات تتكون من خلايا والالماني صديق اللي هو شوان عالم الحيوان نقول اعلن عالم الحيوان الالماني فيو دور شوان ان جميع الحيوانات تتكون من خلايا ممكن هذا السؤال ينعكس يقول من هو العالم الذي توصل إلى أن جميع الحيوانات تتكون من خلايا نحن حافظين اسمه رح نقول اسمه هو العالم الألمان فيودور شوان هاي السنوات خاف خاف يردون يجيبونها صعبة لا سهلة كلش شغلة الخلية شغلة قديمة كلش يعني شوكت بالقرن الماضي لا بعد باللي قبله يعني نرجع للألف وثمانمية تحديدا ايش وقت بفترة الثلاثينات اول شي اكتشفوا النواء ألف وثمانمية وثلاثين وواحد وثلاثين وراها بسبع سنوات النباتات نعتبرها ابسطة من الحيوانات وراها بسبع سنوات اكتشفوا ان النباتات تتكون من خلايا وراها بسنة واحدة بعد هذا يغار من عندما يريد يطي مجاله واي بسنة واحدة قال انه كل الحيوانات تتكون من خلايا فكلهم صارم بالثلاثينات السنة الاولى من الثلاثينات اللي هي واحد وثلاثين وراها سبع سنوات سنة ثمانية وثلاثين عرفنا انه النباتات تتكون من خلايا وبعدها تأكدنا انه الحيوانات كلها تتكون من خلايا عن طريق العالم الالماني ثيودور شوان بعدين تدريجيا بدت تتطور دراسات علم الخلية الى ان وصلت الى وقتنا الحالي بس قد يسئلون يقولولي شوكت اكثر فترة اطورت بيها علم الخلية نقول احنا اهم شي شوفوا اول شي من اكتشفنا الخلية شنو معتمدين على شنو اعتمدنا على صناعة المجهر انا لو ما المجهر ما اقدر اكتشف الخلية لان هي تركيب كلش دقيق ما اقدر اشوفها فنفس الشي تطورها من اطور المجهر اطورت ويا الخلية فتطور علم الخلية مع تطور المجهر الضوئي وظهور المجهر الالكتروني اللي هو بعد ادق فيجينا السؤال سهل وواضح جدا يقول متى توسعت دراسات علم الخلية نقول بعد تطور المجهر الضوئي وظهور المجهر الالكتروني ها�도 هوا هاي النقطة المهمة شوفوا هذا سؤال وزاري للدور الثاني سنة 2021 خل نشوف بله الاسئلة الوزارية صعبة يقول اول عالم اختروا الاجابة الصحيحة من بين الاقواس اول عالم استخدم كلمة خلية احنا نقلهم شو حتى خيارات من ريد اول عالم استعمل كلمة خلية هذا من برشلونة روبرت هوك على اسم روبرت ليفاندوسكي اللي قبل اكتشف ذاك من ريال مدريدي اللي هو فان ليفان هوك اللي يسمىها اول شيء يكتشف بعدين التسمية اللي يسمىها روبرت هوك هاي جوابنا روبرت هوك حتى بدون منبوع للاختيارات زين خليهم نراجع عن طريق الاختيارات فان ليفان هوك عافية هذا هو اول واحد استطاع ان يرى الخلية وروبرت براون هذا الثالث روبرت براون الثالث اشتوه اكتشف نواة الخلية وقدم وصفا لها بعدين اجوه الرابع والخامس دول عالم النبات وعالم الحيوان اللي قال انه كل النباتات من خلايا واللي قال انه كل الحيوانات من خلايا شفتوا شون سهلة الاسئلة الوزارية ثم انت جينا هتش سؤال يمسنا يعني هذا السؤال الوزاري واي سؤال من باقي المادة احنا لازم نخلي كل المادة ندرسها اخوه ما ندرس بس الوزاري اخوه هي مو بس نفس الاسئلة تتكرر اي سؤال من ذن اللي درسناها ممكن يجي وزاري صعبة لا سهلة يجيب اي صيغة مو شرط يجيب نفس الصيغة ممكن يجيبوا فراغ ممكن يجيبوا صح وخطأ وهكذا مهما يجيبونا احنا باعصار السهلة علينا واضحة وبسيطة بعد ما عرفنا الخلية وتفاصيلها وتاريخها والعلماء مالتها لازم يتكون بعد شيء دولة خصوصا اخر عالميا قلت لكم دولة اهم الشيء لازم نركز عليهم القابل هم مهمين ما اقلل من اهميتهم بس دولة ثنيا جدا جدا مهمين اللي هم شلايدا شلايدن وشوان شلايدن وشوان عالم النبات شلايدن وعالم الحيوان شوان ثيودور شوان وماثياس شلايدن قالوا المعلومات هسه صارت مطشرة كل واحد يجي يطي معلومة وكل واحد يجي يوصل الفد اكتشاف او اختراع قالوا خلي نوحد هاي المعلومات ونسوي نظرية شنو هاي النظرية مالتهم سموها نظرية الخلية بما انه هي حول الخلية شنو هي نظرية الخلية شوفوا هذا السؤال جاي مارتين وزاري يقول عرف النظرية الخلوية مارتين جاينا وزاري شوف هاي النظرية الخلية من كثر ما مهمة كلها هي جاي اسئلة وزارية مباشرة زين لحظة لحظة لا نقرأ لا نقرأ ما عليكم خلينا نسول فانو ياكم شنو هاي الحاج الزايد هسا انا اش قلت لكم هاي نظرية الخلية منو سواها ها قلتولي دولة اخر اثنين الرابع والخامس اللي هم ما فيا سيش لايدين وثيودور شوان زين دولة هم باكتشافاتهم ذي جسامن حتشينة اش قالوا واحد قال انو النباتات كلها تتكون من خلايا وواحد قال انو الحيوانات كلها تتكون من خلايا ها يعني بين قوسين شنو يعني اثنيناتهم اذا نجمع كلامهم يعني هم قالوا انو كل الكائنات الحية لان هي الكائنات الحية شنو لو نباتات لو حيوانات قالوا انو كل الكائنات الحية تتكون من خلايا إحنا جاي نعرف نظرية الخلية بدون ما ندري إحنا من الروح نشوف هو هذا التعريف اللي جاي نحكي إحنا من هم اللي أسسوها؟ ماثيا سشلايدون وثيودور شوان إش قالوا؟ قالوا أنه جميع الكائنات الحية شبيها تتكون من خلايا زين يجوز واحد ما يعرف شنو خلية خليهم من خليلة تعريف الخلية بنفس الوقت والخلايا هي شنو الخلايا؟ هي اتفقنا الوحدات الأساسية التركيبية للكائنات الحية نفس التعريف اللي عرفناه بأول سطار وضافوا معلومة جديدة قالوا هاي الخلايا تجي من خلايا أخرى من خلال الانقسام يعني إحنا عندنا هاي الخلايا تنقسم تصير أربعة وهكذا تنقسم تضاعف بعد هاي هي نظرية الخلية خلينا رح نقراها نشوف شلون نفس الحش اللي احنا حتينا يقول وهي النظرية التي تستند إلى العمل الذي قدمه منه عفية ما فياس شلايدين وثيودور شوان اش اوجزوا هاي النظرية اش بيها يمكن ايجاز اسسها يعني بيها اسس هاي النظرية الاساس الاول قالوا ترى جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا الاساس الثاني قالوا ترى الخلية هي الوحدة الاساسية ماكو بعد وحدة اصغر من عدة لا هي الوحدة الاساسية التركيبية والوظيفية للكائنات الحية وبعد قالوا ان الخلايا تنتج من خلايا اخرى من خلال انقسامها فهاي النظرية الخلوية خلوا نعيدها انا ياكم لا تباعون للمكتوب شنو النظرية الخلوية نظرية تستند إلى العمل الذي قدمه منو كل من ما فياس شلايدين وثيودور شوان حلو هم قدموها شنو الاسس اللي يخلوها خلوه ثلاث اسس الاساس الاول قالوا جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا الاساس الثاني قالوا الخلايا هي الوحدات الاساسية والتركيبية للكائنات الحية الاساس الثالث قالوا الخلايا تنتج من خلايا اخرى من خلال انقسامها لهالسبب الانسان هو طفل كله شبريا وبعدين يكبر يصير متريا مترونوس شنون من هذا الكائن الصغير وصل لهذا الكائن الشبير لان الخلايا تنقسم فيزداد عددها يقول الخلايا تنتج من خلايا اخرى من خلال انقسامها بعد شوفوا هذا السؤال وزاري اخر هم جاي مارتين من نفس المعلومات ما رح ندرس شي جديد هالمرة ما قال لي عرف قال لي ما اسس نظرية الخلية يريد بس الاسس الاسس قلنا هنا ثلاثة اولا جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا اثنيا الخلايا هي الوحدات الاساسية الوظيفية والتركيبية للكائنات الحية ثلاثة الخلايا تنتج من خلايا اخرى من خلال انقسامها بعد شوفوا شقد موضوع مهم هذا سؤال اخر بس هذا موجود باسئلة الفصل يقول العالمان الذان استندت النظرية الخلوية الى اعمالهما هما منهم اللي سووا النظرية الخلوية عافية ماثياس وثيودور شوان ماثياس شلايدن وثيودور شوان لا نشتبه شوفوا الخيارات الباقية هم خلي الراجع من خلالها قال لي ماثياس وروبرت هوك هل روبرت هوك الى علاقة بالنظرية الخلية لا روبرت هوك من الثلاثة الاضائل تحديدا ياهو وتحديدا الثاني اللي سوى اللي اول شخص استعمل كلمة الخلية بعد يقل لي روبرت براون وثيودور شوان ثيودور شوان صح بس روبرت براون لا روبرت براون هذا الثالث اللي اكتشف نواة الخلية وقدم وصفا لها يقول زين هل هو ثيودور شوان وروبرت هوك هم لا وقلنا روبرت هوك من هو اذن هو ماثياس شلايدن وثيودور شوان بعد جاي سؤال وزاري بالدور الثالث 2014 هم عن نفس الموضوع يقول العالمان فراغ وفراغ هما اللذان وصفاء النظرية الخلوية منهم سهلا ماثياس شلايدن وثيودور شوان دولا راح يطلعون بالحلم من كثر ما عدنا اسماءهم زين قبل لا ننتقل الى موضوع ثاني راح السريع كلش اعيد اللي حتيانا خلاصة حتى من نكمل نقول هي هاي الامور اللي رايد نركز عليها اولا نعرف الخلية اثنين شنو انواعها الثلاثة منو اول عالم شاف الخلية بعدين منو اللي استعمل كلمة خلية بعدين منو اكتشف نواة الخلية وبعديا اخر عالميا اللي قال كل واحد بهم النباتات تتكون من خلايا واللي قال الحيوانات تتكون من خلايا منو ذول وهم اللي اسسوا يا نظرية نظرية الخلية وخلوا الاسس مالة هاللي حفظناهين هذا كله ملخص الموضوع اللي راح نجهي السه احنا موضوعنا الخلية وكل كلامنا عن الخلية هل الخلية حجم واحد هاي الخلايا شنو حجمها واحد لا نقول الخلية تختلف باحجامها تتباين اشكال احجام الخلية ممكن تكون خلية وحدة بس تشبير حتى تنشاف بالعين المجردة مثل بيضة الضفدع شوفوا هاي الصورة حقيقية يعني تنشاف بالعين المجردة ما يحتاج لا مجهر ولا شي اشقد زين قطرها هاذي اذا تنشاف بالعين المجردة قطرها بقد قطر هذا الحبل شوفوا بقد هذا القطر ما للحبل اشقد واحد ملم هستقدرون بالفيتة بالمصدرة شوفون الواحد ملم اشقد بس الواحد ملم فالشي يعتبر نسبيا تشبير يعني نقدر نشوفه بعيننا ما نحتاج مجهر او شي مساعد فهاذي نسبيا تشبيرة وبنفس الوقت اكل خلايا تكون صغيرة كلش مثل يش مثل بيضة الانسان ستقلول شون الانسان يبيض لا مو يبيض بس بداخل جسم الانثة تتكون البيضة قبل الحمل لازم طبعا نحن شلون نتكون لازم اكو بيضة تتكون داخل الجسم اللي بعدين على اساسها يصير الحمل شوفوا ستقلول شو هاي تشبيرة اكبر من الخلايا ما للضفدع لا مو هذي مكبرة بالمجهر الالكتروني كلش مكبرة اصلا هاي حجمها شقد ميت قلولي ها 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 اذا ما للضفدع واحد هاي مية يعني صدق اكبر ليش قاعد تعترض لا لان الاختلاف بالوحدات هاي ميت مايكرو متر بينما ما للضفدع واحد ملي متر والملم هو هاي اكبر من المايكرو المايكرو وحدة صغيرة حتى لو نقول ميت مايكرو تبقى هي صغيرة فهي بيضة الضفدع شقد حجمها قطرها يعني واحد ملم بينما بيضة الانسان شقد ميت بس مايكرو الوحدة اصغر لان هي كلها خلية صغيرة زين هذه اصغر شي لا اكو بعد خلايا اصغر بهواي بس احنا ردنا نبين التفاوت باحجام الخلايا فيقول تتباين الخلايا في الحجم ترى الحجم على الخلايا مواحد لا اكو اختلاف على سبيل المثال يصل قطر بيضة الضفدع الى واحد ملم وهي من الكبر بحيث يمكن ان ترى بالعين المجردة لكن معظم الخلايا تكون اصغر بكثير مثلا بيضة الانسان لا يتجاوز قطرها الميت مايكرو وهناك خلايا ما يكون اصغر من ذلك هذه فكرة عام معا حجم الخلايا ترجمة نانسي قنقر